ما معنى اسم علاء الدين؟ اسم علاء الدين أحد أسماء العالم المذكرة التي جاءت من أصل العربي والتي تعني العلوة والرفعة والشرفة والمقام العالي والمكان المرموقة سواء كانت مكانة مكتسبة ما الدين أو معنويا وفي بعض الأحيان يضيف له العرب الصفة الدينية من خلال وضع الدين بجواري ليصبح الاسم علاء الدين إلا أن الإسماء العالم المركبة في الدين الإسلامي مكروهة وفقا لرأي العديد من العلماء ذكر معجم المعاني الجامع أن معنى اسم علاء في اللغة العربية هو الرفعة والشرف وأصل هذا الاسم علي كما ذكر هذا المعجم بعض المعاني الأخرى الخاصة بالاسم والتي تختلف من جملة لأخرى فمثلا يقال على النهار أي ارتفع وأصبح في ذروته كما يقال على الذي يرتفع مجده وكرمه وزاد في الشرف والمكانة علاء في المجد والمكارم ولم ترد أي معاني أخرى لهذا الاسم في معاجم اللغة صاحب اسم علاء مثله مثل أي إنسان متواجد في الحياة بمعنى أن في الشخصية الخاصة به بعض الصفات التي يحبها البعض وهو ما يجعل له بعض الأصدقاء وفي المقابل فإن في شخصيته بعض العيوب التي تجعل البعض يبتعد عنه ولا يرغبون في التعامل معه وكامل هذه الأمور سوف تتضح في هذه الفقرة بعد أن نقوم بتحليل شخصية اسمع على بذكر صفاتها وعيوبها هي شخصية ذكية وناجحة في حياتها العملية بصفة خاصة يكون على قدر المسؤولية التي تولى له ودائما ما يبدع في مركز القيادة صبور لأبعد الحدود ويتمتع بطول بال كبير يجعله ينتظر أي شيء دون أن يمل واثق في نفسه بشدة إلا أن هذا الأمر قد ينقلب عليه في بعض الأحيان لأنه يتحول لغرور في الكثير من الأحيان هو شخصية متسلطة وتحب التحكم في الغير كما أنه عنيد ومن الصعب أن يتراجع عن رأي أو قرار له أكثر ما هو مميز في اسم علاء الدين أنه قريب للغاية من عدد من الأسماء الأخرى التي تستخدم هي الأخرى كاسم علم فبعدها يستخدم كاسم علم المذكر والآخر يستخدم كاسم علم المؤنث كما أن بعض من هذه الأسماء تحمل نفس المعنى الخاص باسم علاء سواء كانت أسماء علم المذكرة أو مؤنثة مثل علي علوي عليان عليا عليا معالي